السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتما كتشاهدوا الفيديو ولكتوا اجداد على القناة ما تنسوا تشاركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا جديد لجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم شكرا على المشاهدة بسم الله انا بغدير بدا معكم هنا المقاضير عندي واحد اللي حب دي البصلة من حجم متوسط وعندي هنا اربعات الفصوص زيت توم اللي غادي نهرسهم او كنقطعوهم هاك كرقاق ولا تنحكوهم في الحكاكة كندلت لسات المعالق ديول زيت نباتية قد الملح حسب الضوء وغادي نحرك بزيان بصلة وتومة وشوية دي الملحة صافيوك نحط فوق البوطة كنخدها تشحر على عافية اللي كتكون متوسطة بعد ما كتبدا تشحر كنحركوها وغادي نضيف عليها واحد الحبة كبيرة دي الماطيشة اللي نقيتها وحيت لها القشرة حيت لها زريعة وكنقطع هاك كرقيقة هنه غادي نتبل كندل شوية دي الفلفل اسود او ليبزار شوية دي القصفر يابس شوية دي البابريكا او تحميرة وفلفل حلوة الكوركم او الخرقوم البلدي سنقوي منو شوية كندل مع القاونس وكندل سكينجبير في اخير كندل شوية دي الكمون صافي وكننحرك مزيان وكننخلي هاد تسبيلة بحال هاكا كتشرب لنا مع المواطيشة بحال هاكا ومع البصيلة وغادي نصدع لها ونخليها كتشحر واني نرجع معاكم غادي نجيب هنا يا عندي واحد الكيميا دي الكفتة قدروا تديروا دي الكفتة هاكا دي اللاداند او الدجاج على حساب المتوفر كندل عليها واحد نص بصلة نشلضة كنشلضها رقيقة وكندير تومة كنهرسها جدوا هاكا وجبة غداء او عشاء بعد ما كنهرس تومة غادي نتبل كندر شوية القصبر والمعد نوصل لي مقطعين رقاق غادي ندر شوية دي الملحة ما تنقوش الملحة لانه اللاصص درنا في الملحة كندر شوية دي الكمون راسم علقة لاس كنجبير كوركم او الخرقم البلدي وكندير بابريكا او تحميرا كندر شوية دي القصبر يابس وكندير فلفل اسود راسم علقة صافي وغادي نعجنها مزيان حتى كنعجنها تسبيلة كاملة وكندلكها مزيان حتى كنتخلط لنا مع الكفتة كيف ما قلت لكم ماشي ضروري تكون الكفتة هاكا دي العجل وخات تكون دي الجاج او تكون دي اللدان ماشي مشكيل صافي غادي نرجع لتسبيلة ديانة بعد ما صيبنا الكفتة وجدناها وحطيناها على جنب غادي نضيف علاها كوحد الكسد يلمع وكند ننقص شوية العافية وكند نرميك خيزو في اللور حتى كي طيب لأن اللو خيزو كيتشرب دبل الطياد في هذا الوقت صافي كنخلي هي طيب كنصد عليه وكنخلي حتى كي طيب نص طيبة وهنا الكفتة ديانة روجدناها هاكا كورناها درناها كوائرات اللي بأسة بهم شوية صغار ما كبرناها مش بزاف غادي نرجع ل لصوز ديانة غادي نضيف عليه الحامض بصير بعد ما طاب لين ننص طيبة خيزو او جازر وكنحرك عند الحامض نصير كندير واحد منص حامضة صافي بعد ما كنحرك كندير هاكا القرعة يعني وخا كنديرو الكفتة راكينا الخضار نقدرو هاد الخضار بحل هاكا نديروها بحل هاكا طويجين بلا ما شنا نديرو شعلين هاكا الكفتة وغادي نزيد هاكا القرعة القرعة الحمراء اللي كنقطعها هاكا طريفات مرصوات هاكا صغار كنديرها هيا الفقانية وغادي نضيف عليه الكفتة هنالا عندكم الزيتون نديرو والان ما موجودش عندي ما عنديش الزيتون ما غاديش نديرو وهاكا يقدروا وليدتنا ياكلوا القرعة بلا ما يحسوا لان ما تيبغيوهاش اكسر يدي الوليدات ما كيبغوش ياكلوا هاكا القرعة صافي وغادي نخليها الطيب على افيم هي الى 1-15 دقيقة وغادي نرجع معاكم في مجرى ديالنا او الطاجين ديالنا القرعة طابت وغادي نشوفوا القرعة صافي القرعة راح طابت او القرعة راح تساهي طابت خوما شفتوا معايا صافي كتتغيي كتتماس را طايبة والبليلة هاكا تشربات يعني كيبقى هاكا البلول قليل صافي وغادي نحطها بصحن تقليم وغادي نقول لكم بصحة وراحة ولعجبكم الفيديو ما تتساوش شاركوا في القناة وضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد اللي اجداد على القناة والإقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ليالكم شكرا على المشاهدة وشكرا على التعالق اللي كتحطوا لي وغادي نخلكم مع الصور وبصحة وراحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا على المشاهدة